إذن هزيمة سياسية جديدة تلقتها جماعة الأخوان هذه المرة في المغرب 12 مقعدا برلمانيا فقط من أصل 395 مقعدا حصل عليها حزب العدالة والتنمية مقارنة ب125 مقعدا في آخر انتخابات عام 2016 منحدرا من المركز الأول إلى المركز الثامن بخسارة 113 مقعدا برلمانيا أرقام تعكس تضاؤل شعبية الحزب الذي يتولى السلطة منذ عقت من الزمن في الشارع المغربي بسبب فشله في تنفيذ أي من وعوده الانتخابية وطبعا على رأسها تطوير الاقتصاد إقرار بالهزيمة ومطالبات بالاستقالة واستقالات شهدها الحزب بعد الهزيمة الكبيرة التي شهدت أيضا فشل سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها في مسعاه للضفر بمقعد برلماني عبدالإله بن كيران الأمين العام السابق للحزب وعضو الأمانة العامة حاليا دعا خلفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة من رئاسة الحزب بعد هذه الهزيمة المدوية في الانتخابات التشريعية أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية اعتبرت أن نتائج الانتخابات تمثل معاقبة الشعب المغربي للحزب ووسط الضغوطات الداخلية استقال كل من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وأمانة الحزب قبلها قدم الوزير السابق لحسن الداودي عن حزب العدالة والتنمية استقالته من المكتب السياسي للحزب بفشل حزب العدالة والتنمية ينضم المغرب إلى كل من مصر والسودان وتونس في قائمة دول شمال إفريقيا التي شهدت فشل مشروع الأحزاب المنتمية لجماعة الأخوان المحظورة وسط اتهامات للأخوان بغياب المشروع السياسي والتنموي والاكتفاء بالشعارات الدينية سعيا لكسب ود الشعوب وإعطاء الأولوية للجماعة وليس للوطن